السلام عليكم وصفة جديدة وصفتنا اليوم سيكون جنواز جنوازة مور 18 سنتي وكما نرى هذه المكونات 65 جرام زبدة 4 بيضات 160 جرام سكر 1 سكر فني 166 جرام فرينة غرفة صغيرة من خميرة القاتو هذه المكونات سوف نرى لكم طريقة التحضير وعلى فكرة جنوازة نتاعي هذه ناشحة نعمل بها ريجاتو ديما جينيها خفيفة بنينا متسحقوش بشتحطو لها سيرولة على خطرها بالزبدة سوف نرى لكم مع بعضنا طريقة التحضير اول مرحلة لنا مش نعملها بشتكمية العظام وشركتو بالباقي لمدة دقيقة على فيتاز قوية اقوى في الميكسور كما تشوفوا لنا العظام حتي تتركت فيه على فيتاز قوية لمدة دقيقة لنا ضرورة ينقلكم على الوقت او كان كنتم كن البرتابل معنا بجمبكم وقاعدين نتحضروا في القاتو ماذا بيكم عملوا البرتابل على دقيقة بعد ما تتعدى دقيقة وقتها توليوا تضيفوا السكر فاني كمية السكر لنا بالنسبة للسكر فاني والسكر بش نضيفهم بالتدريج ونبدأ نركض وامام طاق كل عادة نركضوا على فيتاز قوية حتى الوين الخليط متانا يبرياث ورنا نقدر ركض لمدة تاثا دقائق كما تشوفوا هذه الخليط متاع العظام والسكر اللي تحصلنا عليه خليط ابيض بالباهي بش نتعدى مع بعضنا القانتيتي متاع الفارينة اللي انا بيت بيعيزنا نغرب لها وحاتيت مع الفارينة مغرفة صغيرة من خميرة الحلويات في المرحلة بش نركض بيتاز معناها ضعيفة على الاخر وردو بنا بش الفوليوم اللي طلعناه متاع العظام وجوز لنا معنا المكونات يمتزجوا مع بعضهما كهاء بالنسبة الوريوسات متاع جنواز هذي سهلة على الاخر ما تقدوش معناه تفصلوا في البيض على الاسفر ولا زادة ما تقدوش تعملوا بسباتيول سهلة على الاخر من بادراج وتكون حاضرة على فكرة ملي حضارة المكونات حليط الفورمتها يخدم على 180 درجة النار الفقانية والوطانية كما تشوفوا هذه القانتيتيتي متاع الفارينة بعد ما تأكدت اللي دخلت بالبيض في وسط الخليط متاع العظام طيبش نضيفو الزبدة الذايبة والنا بالنسبة للزبدة راو ضروري تذوبوها ملول بالكل بش ما تكون مش معناه سخونة ردوا بالكم تذوبوها ملول بش معناه متفازد للكمش الخليط كما تعرفوا حاجه سخونة تحرق نجم متفازد الحاجه اللي بش نعملوها وهذا الخليط متاع جنواز حاضر طيب بقالي كمش نحطوه في المول لانه بالنسبة لل انتوما معناه كمش تعملوها بأول مرة حطووا بابير كويسان من جنابيت ومن اللوطة بش كتديكم عالية معناه تبدأ بالبابير كويسان سهلة بش تناحيوها وهذا كما تشوفوا الجنواز متاعي بعد ما حاضرت فينا الموقع خمسين دقيقة بالضبط وكانت حاضرة عملت لها بتبيع ديستو كويسان وخرجت لشيحة معناه الجنواز متاع حاضره طيب بقالي كمش ندمو لها لانه اختيت ساكينة متاع ماكلة باش نناحي كل جنابيت حكم بساكينة وحاولوا سيسوا بالبابي باش ما تلسق الكمش معناه في المول وهذا كما تشوفوا الجنواز متاعي بعد ما نحيت لها الأحرف بساكينة حاولوا باش تسيسوا عليها معناه باش ما تلسق الكمش في المول كما قلت لكم من بكري وذيها الجنواز متاعي بعد ما خليتها رتاحت ساعة كاملة طيب شنقصوها مع بعضنا ماشاء الله جيتني عالية بالباهي لحقيقة ما قصتش الارتفاع متاحها قدش اما ماشاء الله عطاتني أربع مورسوات كما تشوفوا باك نكونوا صنع نهاية الوديو متانا بالنسبة لليوم هذه روسات متاع الجنواز اللي بالحق ديما نعتمدها وتجيني ناشحة مية بالمية تبعوا المراحل ملو للاخر بقدرة بيجيكم ناشحة من أول مرة وذيها الجنواز متاعي عملت بها جاتو حاسيلو تنخليه لكم في رابط في صندوق الوصف وتوم بقاليك بشغل لكم بسلامة شكرا شكرا